في أخبار البرلمان أيضا استضاف مجلس النواب ممثلين عن المحاضرين بالمجان لمناقشة مطالبهم وإمكانية إدراجها في قانون الدعم الطارئ وقال مراسل العراقية الإخبارية أن نحو 12 شخصا يمثلون المحاضرين بالمجان دخلوا البرلمان وطالبوا بتحويلهم على القرار 315 مبين أن الممثلين دخلوا البرلمان بتخويل وفق الموافقات الأصولية لإصال رسالتهم إلى السلطة التشريعية موسيقى